أهلا بكم مشاهدين نشر موقع ناشنال انترست مقالا قال فيه أن الأسلحة التقليدية وحدها لن توقف التصعيد الروسي ضد أوكرانيا والتعويل على سياسة الردع النووي فقط سيكون خطأا فادحا يقول الموقع أنه بالرغم من جدية الولايات المتحدة بشأن استدامة الردع فإن ذلك لم يثني الرئيس الروسي عن غزو أوكرانيا في إشارة إلى أن فكرة بوتين عن الردع النووي ليست منع الحرب بل ردع الولايات المتحدة عن حماية حلفائها ويضيف الموقع أن بوتين يعتقد أنه يستطيع الفوز بإكراه أو ابتزاز الولايات المتحدة وهذا ما يدعو واشنطن وحلفائها لأن يكونوا مستعدين لمواجهة الخصوم في حال استخدام أسلحة نووية ذكرت صحيفة وولستريت جورنل أن السلطات الأوكرانية تعمل على إعادة الكهرباء إلى جميع أنحاء البلاد بعد الهجمات الروسية المدمرة على البنية التحتية الحيوية وقالت أن التيار الكهربائي انقطع في أكثر من عشر مناطق وبقي ما يقرب من مليون ونصف مليون أوكراني دون كهرباء ووفقا لمسؤولين في كييف فإن الهجمات الأخيرة التي دمرت ما يقرب من ثلث البنية التحتية للطاقة في البلاد هدفها تقويض إرادة الأوكرانيين للقتال وإثارة أزمة إنسانية وحثت السلطات في أوكرانيا السكان على تقنين استخدام الكهرباء وطالبت الشركاء الغربيين بالإسراع في تسليم أنظمة الأسلحة التي تحتاجها لحماية أجوائها أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الرئيس شي جين بينغ رسخ أمس سلطاته كزعيم للصين بلا منازع حيث عمق سلطته على نحو غير مسبوق منذ حقبة ماوسي تونغ الزعيم المؤسس لجمهورية الصين الشعبية وعزز مواقف بلاده في تحدي الغرب وترى الصحيفة أن تشديد غبضة قبضة جين بينغ يمثل ذروة عقد من صعوده إلى سدة الحكم وفصلا جديدا من حالة عدم اليقين للحزب الشيوعي ما أدى إلى اهتزاز المعايير التي ظلت سائدة في أروقة الحزب لعقود من الزمن قالت صحيفة جلوبل تايمز أن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني قدم خطة واضحة للتطوير في المستقبل كما أن بزوغ نواة قيادة قوية يضمن تنفيذها ويعطي العالم توقعات مستقرة في فهم الصين وتضيف الصحيفة أن العديد من المحللين خارج الصين أكدوا على استمرارية توجهات وسياسة التنمية في البلاد بعد المؤتمر وهو أمر نادر الحدوث في الوضع الدولي الحالي المليء بالشكوك أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى انسحابي أو إلى أن انسحاب بوريس جونسون من السباق على زعامة حزب المحافظين في بريطانيا مهد الطريق أمام ريتشي سوناك لخلافة رئيسة الحكومة ليز تراس وتلفط الصحيفة إلى أن سوناك سيواجه مهمة صعبة في إنعاش الحزب وتحسين وضعه الانتخابي لأنه يتخلف عن حزب العمال المعارض بأكثر من ثلاثين نقطة مئوية في استطلاعات الرأي كما يتعين على سوناك أن يتعامل مع حزب تمزقه الخلافات والانقسامات وبعض المحللين السياسيين يتساءلون بالفعل عما إذا سيكون هناك مكان في حكومة سوناك المتوقعة لبوريس جونسون نبقى في بريطانيا حيث نشرت صحيفة التليغراف مقالا لوزير المالية البريطاني جيرمي هانت أعرب فيه عن دعمه لريتشي سوناك لتولي منصب رئيس الوزراء ويضيف هانت مواردنا المالية ومستقيتنا وسمعتنا الدولية تلقت انتكاسة خطيرة والاستعادة لاستقرار والثقة نحتاج إلى قائد يمكن الوثوق فيه لاتخاذ خيارات صعبة لدينا ريتشي سوناك الذي يمكنه فعل ذلك ويقول هانت أيضا أن ريتشي سوناك سيتخذ قرارات من أجل المصلحة الوطنية وسيعيد بناء الإمكانيات غير العادية للاقتصاد البريطاني كتب تقرير في صحيفة التليغراف أن دولة قطر مورد رئيسي للغاز إلى بريطانيا لعقود طويلة المدى ويضيف التقرير أن الإمدادات القطرية من الغاز تساعد البريطانيين في امتصاص الصدمة التي أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا ويتوقع التقرير تكثيفا للتعاون في مجال الطاقة بين بريطانيا وقطر ويذكر أن المناقشات التي عقدت العام الماضي أكدت أن قطر هي الملاذ الأخير لتوريد الغاز إلى المملكة المتحدة قال الكاتب رون بن يشاي في صحيفة دعوت أحرونوت أن إسرائيل تنتهج سياسة جديدة للحد من العنف في الضفة الغربية ويضيف الكاتب أن مقتل تامر الكيلاني أمس وهو ناشط بارز في جماعة عرين الأسود يوضح مسار العمل الجديد الأكثر تعقيدا ويبدو أن القيادة الإسرائيلية قررت التعامل بسرعة مع المجموعة في نابلس ويقول الكاتب أن قتل الكيلاني هو بالفعل جزء من التكتيك العمليات الجديد بهدف مواجهة الإرهاب وفق قوله مع الحرص على القيام بذلك بطريقة تمنع اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية قال الكاتب أموس هاريل في مقاله بصحيفة هارتس إن حكومة لبيت كانتس حققت هدفين أمنيين مهمين عشية الانتخابات الإسرائيلية ويرى الكاتب أن الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وتعيين رئيس أركان جديد للجيش سيتركان تأثيرا كبيرا على أمن إسرائيل وعلى الرغم من أن الانتخابات تقترب فقد لا يكون سياسي إسرائيل قدرين على كبح أنفسهم وستكون الحكومة مستعدة لتصعيد أفعالها إذا لزم الأمر لتحقيق مزيد من الردع والاستقرار في الضفة الغربية وفق الصحيفة قالت صحيفة الجارديان أن الصراع في إقليم تيجراي يعد حاليا الأكثر وحشية لكنه لا يحظى باهتمام العالم ويطالب المقال المانحين الدوليين بالضغط على أديس أبابا لرفع الحصار وإظهار أنها جادة في السعي لتحقيق السلام وعلى زعماء تيجراي أن يظهروا بالمثل التزامهم بمحادثات السلام المقررة اليوم الأثنين برعاية الاتحاد الإفريقي لأن انهيار الهدنة مقلق للغاية ويرى المقال أنه من الممكن وضع حد للصراع الكارثي في تيجراي لكن لن يتم ذلك دون ضغوط خارجية مكثفة تحدثت صحيفة الجارديان عن دراسة أظهرت تباطئ قطع أشجار الغابات على مستوى العالم عام 2021 لكن الهدف المناخي الحيوي المتمثل في وضع حد لإزالة الغابات بحلول عام 2030 سيظل مفقودا دون اتخاذ إجراءات عاجلة ويقول باحثون أن هناك قليلا من الشفافية في الإجراءات التي يتم اتخاذها لإنهاء إزالة الغابات ولم يوفر سوى واحد في المئة من التمويل المطلوب والأهم من ذلك الافتقار إلى الإرادة السياسية وأضافوا أن إعلان غلاسكو كان إنجازا كبيرا وكانت المرة الأولى التي يتم فيها تبني مثل هذا الهدف على مستوى القادة لكن كان هناك بعض التحسن الطفيف وحتى هذا قد يكون مؤقتا ختم جولتنا على الصحف العالم شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا وعودة إلى سهام عبد الصمت شكرا لحسن سارة